دكتور حبيب أنت رب لأسره يعني عندك أطفال وعندك شباب ما شاء الله كيف ربيتهم للجينين على حب الإمارات وعلى حب قادتها كيف تعاملت مع اختلاف في الوقت يعني نشوف احنا ولله الحمد في مناهجنا الدراسية واناك فيه تأكيد على الجانب التربوي اللي هي التربية الوطنية هذه مسألة جدا مهمة ونحط موضوع السنع الإماراتي أساس سواء في مش فقط في وزارة التربية وإنما حتى احنا في وزارة الثقافة اشتغلنا على موضوع السنع الإماراتي اللي هي التربية الإماراتية الحقيقية علشان اللجيال هذه ما تنساها فتفهمها وتتحاول تتعلق فيها وأيضا تستمر يعني هذه ثقافة وطن وهذه مسألة جدا مهمة والشيخ زايد الله يرحمه يغفر له وأنجاله أكيد يعني مهتمين بهذا الجانب الحفاظ على الموروث ودائما هذا يذكر في المحافل المختلفة فأنا ما تعبت كثير في أني أنا أعلم عيالي في هذه المسألة لأنه هم شايفينش كثر احنا يعني نحب قادتنا وبالتالي هذا ينطبق على الله يعني أنت لما تتكلم عن أهلك أمام أبنائك يعرفون الأهل هذه العزيزين عليك طبعا وبالتالي أنا أتصور أنه ما في بيت إماراتي يذكر فيه يعني قادتنا بشكل غير طيب طيب وبالتالي هذا ينعكس على أبنائنا صح ويستمدون هذا الحب من الجيل اللي قبل نظبوط يعني معروف الإمارات هي حاضنة لمختلف الشعوب الحمد لله كيف لمست محبة المقيمين وحزنهم على الشيخ خليفة يعني شوف أنا قريب من الفنانين بالذات الأخوة الزملاء السوريين والمصريين اللي موجودين بشكل كبير في دولة الإمارات وأنا دائما أقول صدقني يعني حبهم لقيادتنا مش أقل من حبنا أحنا لقيادتنا وأنا عارف أن أي مواطن اليوم يعيش في هذه الأرض لا يستطيع أن ينكر حب الوافد حب الزملاء الأخوة اللي يعيشون على أرض الإمارات لقيادتنا وللإمارات وللشعب الإمارات إحنا هذا نحسه مو محتاجين أحد شكرا شكرا إحنا متعايشين لأن قيادتنا مقدرة هذه المسألة مصبوط إحنا اللي يعيش بسلام في هذه الأرض وبمحبة صدقني ما يحس أنه هو في غربة صحيح وهذا دائما أنا أشوفه وأنا دائما أقول يعني صدقني أنا يعني يا مقابلت سفراء على مستوى سفراء بعض الدول اللي لم تكون كل الدول إيك السفير أنت يسلم عليك في الوزارة أنه هو تارك البلد بعد سنة سنتين تلاقيه موجود قول ساعة السفير أنت موجود كان أنا أقدر أترك الإمارات وهو سفير صبحي يعني سفير لازم يفكر في مستقبله السياسي وبيطلع من الإمارات بيروح دولة أخرى وإلى آخر لكن سبحان الله يجدون في الإمارات أرض يعني محبة وسلام لذلك يحبون أنهم يحبون كلياتنا منلمس هاي الشغلة الحمد لله تحكي عن شغلة لأنه إحنا عايشين هون فبعرفها كثير منيح صحيح كمان بدي أسألك عن أنه سبق وتم تقديم مسرحية زايد والحلم نعم هل بتفكر بما أنك في جهة منتجة أنك تعمل مسرحية فيها تحكي عن إنجازات شيخ خليفة الله يرحمه؟ هذا أكيد يعني إحنا يجب أنه اليوم نذكر مآثر ومحاسن هذا الرجل اللي استلم يعني التركة هذه التأسيس دولة الاتحاد بهذه الضخامة وحافظ على استمراريته ونجاحها اليوم إحنا نتكلم عن تطور هذا التطور ما يجه من فراغ الله صبوط أكيد من ألفين وأربعة إلى اليوم قبل أن يستلم سيدي صاحب السمون الشيخ محمد بن زايد هذه السنوات هذه كان فيها يعني تعب وكان فيها جهد كبير من الله يرحمه ويغفر للشيخ خليفة وبالتالي هذا يجب أن يذكر ويجب أن نحن يعني نأكد على هذه المسألة من خلال أعمالنا الفنية القادمة إن شاء الله بدي أتشكر وجودك معنا وأطلالتك اليوم نعزيك مرة تانية ونعزيك للأخوة الإماراتيين شكرا لوجودك معنا شكرا